تتواصل مرحلة انتعاش العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية لا سيما أن الرياضة تسعى إلى تتوجها بإنشاء ملعب رياضي كبير في بغداد وهو ما أعطى الحضور السعودي زخما كبيرا في العراق نظرا إلى الاهتمام الشعبي الواسع بهذا القطاع كل الشكر والاحترام والتقدير للأخوان في المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة الجميلة التي ستقوي من أواصر العلاقات الطيبة ما بين البلدين التي فقدت قبل عام 1990 هذه المبادرة في رأي الشخص ستترجع كثير من العلاقات وبالذات على الصعيد الرياضي أيضا كان للأخوان في المملكة العربية السعودية موقف مشرف في حضورهم في البصرة وخوض مباراة مع منتخبنا الوطني وساهم هذا الأمر بشكل كبير برفع الحضر عن الكرة العراقية مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء مدينة الرياضية للعراقيين تعتبر هدية ثمينة غير مستغربة على الأشقاء في المملكة العربية السعودية حيث أن الدعم السعودي للعراق ليس وليد اليوم بل إنه متواصل منذ عقود طويلة نشكر أخوان السعوديين ونشكر خادم الحرمين الشريفين بهذه المبادرة الجيدة بدعم الكرة العراقية في جميع المجالات ونشكرهم جزيزين شكرا ونكونوا من ملعب وشبير ومشكلة القدم كافة العادة الفردية محتاجة لهذا الدعم من جانب السعودي طبعا نشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة في دعم المنشآت الرياضية وكما نعرف أنه العراقي يعاني من قلة في الجانب الرياضي وطبعا الأخوان في السعودية سباقين على جميع المشاريع من المشاريع الخدمية والمشاريع الاقتصادية والمشاريع الرياضية العراقيون عبروا عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه المكرمة التي نشرت الفرح والسعادة في نفوس العراقيين وعادت لهم كثيرا من الأمل حول عودة الأمجاد للرياضة العراقية من خلال وقفة الأشقاء ولن ينسى العراقيون فضل المملكة العربية السعودية الكبير على العراقي وعلى الرياضة تحديدا فالجميع شهد اللقاء الودية الذي جمع المنتخب السعودي بالمنتخب العراقي على ملعب البصرة والذي كان يهدف إلى كسر الحضرة الذي كان مفروضا على الملعب العراقية فراس الدوليمي الإخبارية بغداد